حدثت القصة في عام 2004 حيث كان هناك شاب سوداني يدعى عبد الله وكان يبلغ من العمر أنذاك ثلاثين عاما كان عبد الله متزوجا منذ خمس سنوات لكن الله تعالى لم يرزقه الأبناء بسبب مشكلة طبية فيه لا من زوجته لذلك فقد طلبت منه الطلاق فطلقها لأنه يخشى أن يظلمها معه فليس له الحق بأن يحرمها تلك النعمة بعد تطليقها شعر بألم نفسي فقرر أن يذهب إلى بيت الله الحرام لتأدية مناسك العمر فهذا حال المؤمن يلجأ إلى الله في السراء وفي الضراء إذا أصابته نعمة شكر وإذا أصابه هم صبر ووصل عبد الله إلى مكة وأدى مناسك العمر وشعر براحة عجيبة وهو جالس في ساحة الحرم المكي ولم يغادره طوال تلك المدة وفي إحدى المرات جلس بجانبه رجل سعودي يدعى أبو خالد وكان في الخمسينيات من عمره فجر بينهما حديث بدأ بالتعارف فالرجل السعودي من مدينة جدة وراح يسأل عبد الله عن عمله فأخبره أنه يرعى الإبل فهي مهنة متوارثة عن إجداده وتطور حديثهم الودي حتى طلب الرجل من عبد الله أن يعمل لديه في السعودية على أن يؤمن له الأوراق اللازمة للإقامة فيها براتب شهري كبير فوافق عبد الله على الفور وتواعد الرجلان على اللقاء من جديد وتبادل كل منهما أرقام الهواتف وتلاقى الرجلان في اليوم الثاني وراح عبد الله يشرح لصديقه الجديد عن خبرته في رعي الإبل والأغنام توطدت العلاقة بينهما وتكررت بينهما الزيارات حتى اقترب موعد سفر عبد الله وودع أبا خالد وعاد إلى الخرطوم وبعد ثلاثة أشهر عاد عبد الله إلى السعودية من جديد قاصدا عمل أبي خالد ليبدأ بالعمل في رعي الإبل إذ أن عبد الله لم تكن مهنته مقتصرة على الرعي فقط بل كان يعالجها ويبيع صوفها وألبانها وكان عبد الله ماهرا في صناعة الأكواخ فبنى له كوخا جميلا في المكان الذي سيعمل فيه وكان في منطقة برية وكان كلما مر عليه أحد أعجب بمهارته وتفننه في صناعته اليدوية لمنزله الصغير ومرت ثلاث سنوات وطرح الله البركة في الإنتاج على يد عبد الله ولأنه كان يخشى أن يبقى أمواله معه في منطقة نائية كتلك التي يعمل فيها اقترح على أبي خالد أن يخبئ أمواله لديه لكن أبا خالد كان عيبه أنه رجل بخيل ولا ينفق أمواله إلا عندما يكون متأكدا أنها ستعود عليه بالربح الوفير وافق أبو خالد أن يخبئ راتب عبد الله عنده على أن يعطيه ما يكفيه قوت يومه والباقي يظل عنده كوديعة لعبد الله قرر عبد الله أن يشتري لنفسه بعض الأغنام والإبل ليرعاها فيعود ريعه له واستشار أبا خالد بالأمر فوافق الأخير وأعطاه ثمن الإبل والأغنام من وديعة عبد الله التي لديه ومرت السنين وبدأت الأغنام تتكاثر ويزداد الخير والبركة على يد عبد الله لدرجة أن الجميع بدأ يحصد أبا خالد على وجود موظف لديه كعبد الله وبعد مرور أكثر من سبع سنوات قرر عبد الله العودة إلى السودان إذ أراد أن يتزوج هناك ويستقر ويعيش بجوار والديه ويوفر لهما حياة كريمة بالأموال التي جمعها من عمله وبدأ ببيع أغنامه التي اشتراها من ماله الخاص ووضعها عند أبي خالد بالإضافة إلى راتبه الذي لم يستلمه طوال السنوات السبع الماضية وعندما قرر عبد الله السفر طلب منه أبو خالد أن يبقى لديه فترة بسيطة حتى يتمكن من إيجاد من يحل محله ووافق عبد الله لأنه لا ينوي أن يترك العمل دون أن يكون هناك من يشرف عليه ومضت أربعة أشهر وكان عبد الله خجلا من أن يطلب من أبي خالد الأموال فالتمس له العذر بأنه قد يكون ناسيا أو أنه لم يجد من يحل محله في رعي الأغنام والإبل وقرر أخيرا أن يواجه أبو خالد في طلبه فقال له أبو خالد اسمع يا عبد الله والله لم أجد أحدا أثق به غيرك ولا أستطيع أن أتخلى عنك بسهولة فما رأيك أن تعمل لدي سائقا على أن تترك مهنة الرعي هذه وسأقوم بالإجراءات اللازمة لإخراج رخصة قيادة كما أن العمل مريح لن يكون متعبا بالنسبة لك وافق عبد الله على هذه الفكرة وخاصة أنه عمل غير متعب وإن راتبه سوف يزيد وفقا لكلام أبي خالد وأصبح عبد الله سائق أبي خالد الخاص وكان بالنسبة له وضعا مريحا وراتبا وفيرا حتى أمضى ثلاث سنوات أخرى بالإضافة إلى السنوات السابقة وجاء اليوم الذي شعر فيه عبد الله بحنينه إلى وطنه وقرر العودة وخاصة أنه سيعود وقد كون ثروة وفيرة فأخبر أبا خالد بالأمر وطلب منه أن يجهز له رواتبه وأرباحه من الأغنام التي أودعها لديه لكن أبا خالد شعر أن روحه ستخرج مع الأموال التي سيعطيها لعبد الله فهذا مبلغ كبير وظل يفكر بالأمر لو رفض إعطاءه المبلغ قد يخبر عبد الله الشرطة ويتهمه بالنصب وغرق في حيرة لم يعرف بعدها ماذا يفعل ثم خطرت له خطة شيطانية للاستيلاء على أموال عبد الله والتخلص منه فبعد أيام حضرت الشرطة إلى منزل عبد الله وتم القبض عليه وسيق إلى مقر الشرطة دون أن يعلم ما تهمته وعندما وصل إلى قسم الشرطة كان أبو خالد وزوجته في انتظاره هناك فلما رأاه عبد الله تنفس السعداء وشعر بالراحة وهرع إليه ولم يكن يعلم أن أبا خالد قد استحوذ عليه الشيطان وأنه الذي كان يعده صديقه بات أمام عدو لا يرحم فقال أبو خالد ألا تعرف ماذا فعلت؟ أتدعي العفة أمام الشرطة؟ لقد تحرشت بزوجتي وأنا الذي وثقت فيك ووضعت عائلتي وبيتي أمانة في عنقك أهكذا جزاء الإحسان؟ لم يصدق عبد الله ما سمعه وخاصة أنه رجل ذو خلق ودين فكيف يتم اتهامه بأمر كهذا؟ والمصيبة الأكبر أن زوجة أبو خالد راحت تؤكد كلام زوجها وليس هذا فحسب فقد أقسم الإثنان على أن عبد الله فعل فعلته وإنه يكذب اسقط في يد عبد الله فقد أقسم بالله أنه بريء لكن لا أحد يصدقه وتم حبسه وإحالته إلى المحكمة كانت خطة أبو خالد أن يتم إبعاد وترحيل عبد الله من بلده كي يتخلص منه ويحتفظ بأمواله لنفسه فهكذا سولت له نفسه وهكذا زين له الشيطان أعماله هو وزوجته وفي السجن ظل عبد الله يبكي ليلة نهار جراء الظلم الواقع عليه يبكي خيانة الصديق وظلمه ويبكي على سنوات عمله التي صارت هباء منثورا وبينما هو في السجن التقى بسجين شاب يدعى أبو محمود كان أبو محمود هذا قد مكث في السجن مدة من الزمن وكان من أصحاب السوابق اقترب من عبد الله الذي كان يبكي فقال له لقد أزعجتنا ببكائك يا رجل فمنذ وصولك إلى هنا وأنت تبكي ما الذي حدث؟ وما هي قصتك؟ فأخبره عبد الله قصته كاملة منذ قدومه إلى السعودية وحتى تلك اللحظة ثم قال له أنا مظلوم فضحك أبو محمود قائلا جميع من في السجن يقولون كلامك هذا لكن عبد الله أقسم له وأخبره دوافع أبو خالد في اتهامه وظل عبد الله يشكو لأبي محمود الظلم الواقع عليه وبأي عين سوف يعود إلى بلاده التي غاب عنها قرابة العشر سنوات وليس معه المال الكافي لتوكيل محام ليدافع عنه ابتسم أبو محمود قائلا وما رأيك أنني سأخرجك من هذه القضية كالشعرة من العجين فقال عبد الله مستهزئا لن تقدر لكن أبو محمود ظل يقسم له بأنه قادر على إخراجه من هذه القضية ولكن عليه أن يفعل ما يقوله له ولأن عبد الله كان كالغريق الذي يتعلق بقشة اضطر لسماع كلام أبو محمود فقال له أرجوك دلني على الطريقة قال أبو محمود عندما يسألك القاضي في المحكمة هل تحرشت بإم خالد زوجة أبو خالد قل نعم تحرشت بها وأنا بالأصل بيني وبينها علاقة حب قوية لدرجة أنني كنت أبيت في بيتها في غياب زوجها أبي خالد جن جنون عبد الله بعد سماعه لفكرة أبو محمود واتهمه بالجنون فبهذه الحالة سيثبت التهمة على نفسه لكن أبو محمود استطرد قائلا افهم أيها الغبي هل تريد أن تخرج من السجن افعل ما أقوله لك لكن عبد الله استنكر الأمر بشدة فعند اعترافه هذا سيتم ترحيله وبدلا من أن يعود إلى وطنه رافعا رأسه سيعود مثقلا بالخزي والعار وفي المحكمة وقف عبد الله وراء القطبان في قفص الاتهام وجلس أبو خالد وزوجته كشهود على جريمة عبد الله فسأله القاضي هل تحرشت بتلك المرأة؟ وذكر اسمها الكامل واسم زوجها فراح عبد الله يفكر بكلام أبي محمود وخاصة أنه ليس لديه محام يدافع عنه فقال نعم لقد تحرشت بها وليس هذا فحسب بل كانت بيننا علاقة حب لدرجة أنني كنت أبيت عندها عندما يبيت زوجها أبو خالد خارج المنزل ولكنها هي من أغرتني في البداية وكانت أم خالد تسمع الكلام وقد صحبت معها نساء الحي وقريباتها كي يشاهد المحكمة ولم تكن تعلم ماذا سوف يحدث كانت الصدمة قوية على الجميع وخصوصا أبو خالد فراح يلتفت إلى زوجته بذهول حتى النساء رحن ينظرن إليها باستهجان شديد وهنا جن جنون أم خالد مما سمعته ومن نظرات زوجها ونساء العائلة فقامت من مكانها وقالت بصوت مرتفع ملأ أركان المحكمة ليس صحيحا يا سيد القاضي أقسم بالله إنه يكذب لقد كان هذا اتفاقا بيني وبين زوجي أبو خالد لتوريط عبد الله كي لا يرد له أمواله ولو وصل هذا الأمر على لسان النساء لذبحان أهل ذبح الشات لكن الأمر كله من تدبير أبي خالد وقد عرض علي مبلغا من المال إذا شاركته بتلفيق تلك التهمة إلى هذا الرجل وهنا التفت القاضي إلى عبد الله فقال هل صحيح ما تقوله تلك المرأة؟ فقال عبد الله نعم صحيح يا سيد القاضي أشهد الله أنها قالت الحقيقة فليس بيننا شيء فقد أوقعوني بحبالهم لسرقة أموالي وحكم القاضي بتعويض عبد الله عن الأذى الذي تعرض له بسبب احتجازه وقام أبو خالد بتعويضه بكل رواتبه وأموال أخرى كي يتنازل عبد الله عن القضية التي رفعها في حقه كرد اعتبار بالإضافة إلى تذكرة السفر إلى السودان أما أبو خالد فقد حكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر بالرغم من تنازل عبد الله عن القضية ولكن يبقى الحق العام الفيصل في هذه القضايا ورجع عبد الله إلى السودان وبنى له بيتا كبيرا وتزوج وشاء الله أن يرزقه الذرية فقد تبين أن المشكلة في عدم الإنجاب لم تكن منه بل من زوجته التي طلقها فسبحان الله مدبر الأمر فإذا أراد شيئا إنما أمره أن يقول له كن فيكون ترجمة نانسي قنقر